السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابي وطالبات الصف الرابع في بداية هذا اليوم الجميل قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم نتعرف أو ماذا تعرفنا في الحصة السابقة من التصوير من الطبيعة الصامتة وماذا قلنا تعرفنا في الدرس الماضي على ما هي الطبيعة وما هي الطبيعة الصامتة ماذا قلنا في الطبيعة والطبيعة الصامتة قلنا في تعريف الطبيعة هي من صنع الله سبحانه وتعالى في إبداعه وخلقه ماذا يجب علينا؟ يجب علينا أن نتأمل هذه الطبيعة الموجودة من حولنا ونتأمل الإعجاز الخالق سبحانه وتعالى في خلقه وإبداعه أيضا في الألوان الموجودة في الطبيعة إذن الطبيعة هي ماذا؟ هي من صنع الله سبحانه وتعالى أما الطبيعة وهي الطبيعة الحية ذكرنا أنها أنواع طبيعة حية وطبيعة صامتة أما الطبيعة الصامتة فهي ماذا؟ هي الأشياء التي تكون أمام الفنان ليرسمها وهي التي تكون ثابتة لا تتحرك وهي من صنع الإنسان نفسه مثل الأواني، الأشكال الهندسية، الفاكهة، الخضروات هذه جميعها تكون صامتة لا تتحرك وتسمى طبيعة صامتة لأنها من صنع الإنسان نفسه وأنها ثابتة لا تتحرك بعد ذلك تعرفنا على مميزات الطبيعة الصامتة ماذا قلنا؟ في مميزات الطبيعة الصامتة لها مميزات تختلف عن الطبيعة الحية ما هي مميزاتها؟ قلنا الطبيعة الصامتة لها مميزات في أنها تساعد الفنان في التحكم في درجات أو مصادر الضوء والملامس وأماكن الضوء في تحديد أماكن الضوء بالاتجاه الذي يريده عكس الطبيعة الحية فهي تكون ثابتة لا نستطيع أن نغير في الظل ولا في النور هذه المميزات الأولى أما المميزة الثانية في الطبيعة الصامتة أنها أيضا تساعد الفنان في الرؤية الصحيحة الثابتة الموجودة أمامه أنه يرى العناصر ثابتة أمامه فتكون رؤيته صحيحة عندما ينقل هذه الرسمة أما الطبيعة الحية أكس تلك فهي تكون بمساحة واسعة وغير ثابتة تتحرك باختلاف الأوقات والأزمان أما الطبيعة الصامتة فهي ثابتة فتعطي رؤية صحيحة عندما يريد أن يرسم هذه الرسمة أو الطبيعة بعد ذلك تعرفنا على أسس التكوين وماذا قلنا في أسس التكوين قلنا هي الوحدة والاتزان والإقاع ومركز الاهتمام والانسجام لا بد أن يكون عندنا الوحدة وهي التقارب والتلامس لهذه العناصر بعد ذلك أن تكون عناصرنا متزنة مع بعضها البعض تكون بقرب من جانب بعض وتكون فيها اتزان من ناحية الحجم والشكل والارتفاع أيضا عندنا الإقاع ومركز الاهتمام مركز الاهتمام هي مركز أساسيات الرسمة التي نريد أن نرسمها بعد ذلك عندنا الإنسجام وهي انسجام العناصر مع بعضها البعض واتحادها في التكوين أسس التكوين هي أساسيات في رسم الطبيعة الصامتة ولا بد أن تتحق في الرسمة التي نريد أن نرسمها وهي الوحدة والاتزان والإقاع ومركز الاهتمام والانسجام هذا ما تعرفنا عليه في الحصة الماضية أيضا تعلمنا ماذا؟ تعلمنا أن رسم الطبيعة الصامتة من المواضيع التي تساعد على تعلم أسس الرسم رسم التصميم أنها تعلمنا على أساسيات الرسم كيف طريقة أن نرسم الطبيعة الصامتة تعلم الفنان طريقة تحديد الرسم الصحيحة من خلال النظر إلى الطبيعة الصامتة نأتي في هذا الدرس درسنا لهذا اليوم هو التصوير من الطبيعة الصامتة نستكمل ما تبقى لنا من التصميم أو الرسم من الطبيعة الصامتة ونرى ماذا تبقى لنا في هذا الدرس قبل أن نبدأ درسنا لهذا اليوم نتوقع من الطالبة أو الطالب من نهاية هذا الدرس أن ماذا؟ أن يميز بين مفهوم الظل والنور لا بد أن نميز بين هذه المفهومين بعد ذلك أن نعدد مصادر الضوء وأثره على الأجسام وبعد ذلك يقدر أعمال الفنانين الطبيعة الصامتة ويتدرب على إحدى تأثيرات الفاتح والغامق بعد ذلك يضل العناصر من الطبيعة الصامتة ويراعي فيها ماذا؟ مصدر الضوء ويتذوق القيمة الجمالية في رسوم الطبيعة الصامتة بعد ذلك نتعرف الآن على بداية درسنا لهذا اليوم ما هي مصادر الضوء؟ قلنا مصادر الضوء ماذا؟ مصادر الضوء مصدرين هما ماذا؟ أحسنتم هما مصدر طبيعي ومصدر صناعي ما معنى مصدر طبيعي ومصدر صناعي؟ المصدر الطبيعي والمصدر الصناعي أيضا يرجع إلى الطبيعة الصامتة والحية الطبيعة الطبيعية تكون من الطبيعة الحية وهي مصادر طبيعية موجودة في الطبيعة الحية أما الصناعية فهي منصنع الإنسان نفسه ويستطيع أن يتحكم في درجة الإضاءة وأماكن تواجد هذه الإضاءة أين تكون أثناء تصميمة لهذه الطبيعة الصامتة نرى سويا مصادر الضوء هنا عندنا مصدر ماذا؟ مصدر طبيعي أم مصدر صناعي؟ أحسنتم هنا عندنا مصدر طبيعي وهو القمر إذن عندنا مصادر طبيعية وهي مصدر طبيعي وهو القمر أيضا يوجد لدينا مصدر طبيعي وهو الشمس أيضا يوجد لدينا مصادر أخرى من الطبيعة وهي النجوم والبرق جميعها مصادر طبيعية بعد ذلك يوجد لدينا ماذا؟ هنا مصادر طبيعية أم مصادر صناعية؟ أحسنتم هو مصادر صناعية وهي النار والشمعة والمصباح جميعها من صنع الإنسان نفسه ويستطيع أن يتحكم في درجة هذه الإضاءة وأماكن تواجد هذه الإضاءة الموجودة أمامنا إذن مصادر الضوء لنا طبيعي وصناعي وهي القمر والشمس تكون من المصادر الطبيعية والنار والشمعة والمصباح تكون من المصادر الصناعية الموجودة لدينا بعد ذلك نتكلم عن الظل الحقيقي والظل الخيالي ما هو الظل الحقيقي والظل الخيالي؟ كما هو موضح لنا في هذه الرسمة أين يوجد الظل الحقيقي وأين يوجد الظل الخيالي؟ الظل الحقيقي هو الظل المتواجد على العنصر نفسه الموجود على هذه الرسمة الظل الحقيقي هو الظل الأساسي الموجود على هذه الرسمة لما أجي الظل لهذه الرسمة يسمى ظل حقيقي المتواجد على هذه الرسمة أما الظل الخيالي وهو الظل الساقط من الظل الحقيقي وهو المتواجد على أسفل هذا العنصر أو الساقط على الأرض كما موضح لنا في هذه الرسمة هنا يوجد لدينا ظل حقيقي وهنا يوجد لدينا ظل خيالي وهو نتيجة لهذا الظل الموجود على العنصر نتج لنا الظل الخيالي إذن الظل الخيالي ينتج لنا عن طريق أو من تضليل العنصر نفسه أو اتجاهات هذا العنصر يكون موقع الظل الخيالي من تضليل الظل الحقيقي نفسه إذن الظل الحقيقي والظل الخيالي ما هو؟ الظل الحقيقي هو الظل المتواجد على العنصر نفسه أو التصميم نفسه أما الظل الخيالي هو الظل الساقط على الأرض نتيجة لتضليل الظل الحقيقي هنا صورة توضيحية توضح لنا ما هو الفرق بين الظل الحقيقي والظل الخيالي بعد ذلك نتكلم عن طريقة التضليل العناصر كيف لنا أن نضلل هذه العناصر هنا في هذه الرسمة تفيدنا في تضليل العناصر الملونة تفيدنا في طريقة التضليل العناصر الملونة تختلف طريقة التضليل باختلاف سقوط الضوء الموجود على هذه العناصر إما تكون ضوء طبيعي أو ضوء صناعي فاختلاف أماكن تواجد النور يحدد لنا أين يوجد الظل لما نكون النور في اتجاه اليمين يكون الظل في الجهة المقابلة لها وهي الجهة اليسار فاختلاف محدد من النور محدد لنا الظل أين يتواجد أين يختلف لنا طريقة التضليل عندنا هنا في استخدام أو تضليل المفارش تختلف عندما نضلل المفارش تكون ملمسها ماذا؟ يكون الملمس ناعم لما نضلل المفارش أو الأقمشة تكون الملمس لدينا ناعم يعطينا إحاء بالنعومة أما لما نضلل الأشياء الأواني أو الأشياء الكروية يكون تضليلها بالشكل الدائري كما نرى في هذه اللوحة التضليل يحيي لنا أن التضليل تضليل دائري نقوم بتضليل بحركة دائرية لماذا؟ لتعطينا التجسيم الموجود على هذا الجسم الكروي أما الأقمشة فتعطينا إحاء بالملامس أو نوعية الملامس أنها تكون ناعمة أيضا لما نضلل الصخور تكون عملية تضليل الصخور تعطينا إحاء بماذا؟ الصخور خشنة فلما نبدأ بتضليل هذه العناصر أو هذه الصخور نعطيها إحاء بالخشونة إذن طريقة تضليلنا تحدد لنا الملمس الذي يرجع له هذا التصميم طريقة تضليلنا نحدد أن المفارش أو الأقمشة تضليلها يكون أو ملمسها يكون ناعم أما الأشياء الكروية فيكون تضليلها بالشكل الدائري أما الصخور فيكون تضليلها بطريقة تبين لنا خشونة هذه ملامس هذه الصخور الموجودة أمامنا عندنا هنا نشاط رقم واحد يستخدم الرسامون عادة تقنيات وأساليب للرسم الطبيعة الصامتة سنعرض لكم ما يلي لدينا ثلاث لوحات من لوحة واحدة ولكنها بأوضاع مختلفة هنا شكل اثنين ألف لدينا هذا الشكل ولكنه بثلاث مواضيع مختلفة أو أوضاع مختلفة اثنين ألف عندنا ظل لنا الفنان العناصر المرسوم وتبدو كأنها ثلاثية الأبعاد إذن الغرض من هذه التضليل أنها توضح لنا أن عملية التضليل تعطي إيحاء بثلاثية الأبعاد ونلاحظ في التضليل هو تغيير تدريجي من الفاتح إلى الغامر إذن طريقة التضليل الصحيحة أن أبدأ بالفاتح إلى أن أأتي إلى الدرجة الأغمق في عملية التضليل وذلك باستخدام الأقلام الرصاص وهي بتدرجات الظل في أقلام الرصاص أين نرى التضليل في هذه اللوحة؟ نرى هذا التضليل من هذه الجهة النور ساقط من الأمام، الضل من الأمام ويكون النور بهذه الطريقة إذن هنا عندنا ظل لها هذا الفنان وتبدو كأنها ثلاثية الأبعاد نأتي إلى الشكل الثاني هنا ثنين با زاد الفنان في ماذا؟ زاد الفنان في نسبة الغامق والفاتح حتى أحدث ما يعرف بلغة الفن وهو ماذا؟ نسميه التضاد إذن التضاد أيضا هو أسس التكوين الجيد هو من أساسيات هذا التكوين ننظر إلى الأماكن التي تجد فيها هذا التضاد من درجات الفاتح والغامق تختلف درجاتها من اللوحة با وتختلف عنها في ألف إذن في ألف تكون درجة الفاتح والغامق أقل أما في درجة أو شكل با هو يكون عندنا التضاد واضح لدينا ويكون درجة الضل أغمق من الدرجة المتواجدة في اللوحة السابقة نأتي إلى الشكل الثالث وهو ماذا؟ تمكن الفنان من رسم بعض الأشكال وتلوينها بدرجات مختلفة فقام بطريقة التلوين عن طريقة تدرج اللوني جعل اللوحة وكأنها تبدو ماذا؟ وتبدو كأنها مسطح وليست ثلاثية الأبعاد كما ذكرنا في اللوحة الأولى بدت الأشكال مرسومة وليست لها ثلاثية أبعاد كأنها شكل مسطح على الأرض لماذا؟ لأعطاها تدرج اللوني ووضح درجة اللونية بدرجة أغمق من الدرجة الموجودة فأصبحت لعين الناظر أنها شكل مسطح وليس ثلاثي الأبعاد بعد ذلك نتكلم عن أشهر فنانين الطبيعة الصامتة لدينا فنانين اشتهروا بالطبيعة الصامتة وهم اشتهر العديد من الفنانين في عصور مختلفة برسم الطبيعة الصامتة بأساليب متفاوتة كل فنان رسم بأسلوبه الخاص وقام بتضليل لوحاته بطريقته الخاصة ننطر بأمثلة أو نذكر أمثلة مثل بول سيزان في لوحته السابقة الذي ذكرناها وبابليو بكاسو وويليام بيريوم بيري وعلى المستوى المحلي برز الفنانين السعوديين وهو عبد الحليم رضوي ومحمد السليم وعبد الجبار اليحيا وغيرهم من الفنانين الذين برزوا في رسم الطبيعة الصامتة نرى لوحات من الفنانين السعوديين الموجودين لدينا لفنان السعودي عبد الحليم رضوي وأيضا للفنان الأسباني بكاسو في لوحته الطبيعة الصامتة وأيضا برز الفنان ويليام بيري من خلال هذه اللوحات الموجودة لدينا أيهما تعطينا الطبيعة الصامتة الصحيحة ما هي اللوحة الصحيحة التي توضح لنا الطبيعة الصامتة الصحيحة من خلال اللوحات الموجودة أمامنا نفكر قليلاً أيهما تكون صحيحة نتأمل هذه اللوحات وبعد ذلك نقوم بالإجابة أيهما تكون صحيحة أحسنتم عندنا لوحة للفنان عبد الحليم رضوي وهي عبارة عن مزهرية على المنضدة وقام بتلوينها بألوان الزيتية هي الشكل الذي يوضح لنا الطبيعة الصامتة الصحيحة بكل تفاصيلها هذه الرسمة هي التي توضح لنا الطبيعة الصامتة بكل تفاصيلها هنا أيضاً لوحة للفنان بولسيزان وهو رسم مجموعة من التفاح والبرتقال ووضع مفرش تحت هذه الأواني وقام بتلوينها بماذا؟ بالألوان واستعمل التدرج اللوني فيها واستخدم أيضاً الظل والنور أين يوجد هذا الظل وأين يوجد هذا النور هنا كيف نحدث إحداث تدرج في التضليل الطبيعة الصامتة؟ من الطبيعة يكون استخداماتنا للتضليل باستخدامات ماذا؟ باستخدامات الأقلام الرصاص التي تكون لها تدرجات لونية أو لها تدرجات من الفاتح إلى الغامق مثل ما نرى هنا هنا عندنا مجموعة من الأقلام لها تدرجات لونية مختلفة عن التي هنا عندنا كل قلم له رقم خاص وتدرج لوني خاص نستخدم فيها التدرج اللوني من الغامق إلى الفاتح باستخدام أقلام التدرج حتى يسهل علينا عملية التضليل تكون عملية تضليلنا صحيحة باستخدام هذه الأقلام أيضا ممكننا نستخدم القلم الرصاص الذي نكتف به في إحداث أيضا تدرج من الفاتح إلى الغامق إذن يوجد لدينا أقلام متنوعة التدرج من الفاتح إلى الغامق بأقلام الرصاص نأتي إلى الصورة من الطبيعة الصامتة هنا نتساءل قليلا هل حققت هذا التكوين أو أسس التكوين أم لم تحقق نقول نعم حققت هذا التكوين عندنا هنا التنوع أو التنوع أيضا عندنا هنا الوحدة وهي التقارب والتلامس للعناصر مع بعضها البعض يوجد إيقاع في اللوحة ويوجد اتزان في اللوحة الموجودة لدينا إذن في هذه اللوحة أو في هذه الصورة الموجودة أمامنا من الطبيعة الصامتة نقول نعم حققت أسس التكوين في درسنا لهذا اليوم يوجد لدينا تدريب صل عزيزي الطالب وصلي عزيزتي الطالبة بين كل صورة أيهما مصدر طبيعي وأيهما مصدر صناعي نفكر قليلا وبعد ذلك نحدد أيهما مصدر طبيعي وأيهما مصدر صناعي أحسنتم هنا مصدر صناعي وهو المصباح وقلنا هو من صنع الإنسان نفسه ويستطيع الإنسان أن يتحكم في درجة إضاءة هذا المصباح ويتحكم في ماذا؟ يتحكم أيضا في وضع مكان الإضاءة والظل أين يريدها أو أين يريد أن تكون مكانها أما هنا الشمس أحسنتم فهي مصدر طبيعي قلنا هنا مصدر طبيعي من مصادر الطبيعة وهي من خلق الله سبحانه وتعالى ولا نستطيع أن نتحكم في ضوء الشمس الساقط على العناصر لأنها من الطبيعة الحية وهي من سن الله سبحانه وتعالى فتتغير أماكن الشمس ولا نستطيع أن نتحكم بهذه العنصر لأنه من خلق الله سبحانه وتعالى أما هذه في متداول أيدينا فنستطيع أن نتحكم فيها من المصادر فيعتبر الشمس مصدر طبيعي وهنا يعتبر لنا مصدر صناعي قبل أن نختم درسنا لهذا اليوم نسترجع سويا ماذا تعرفنا أو ماذا قلنا في درسنا من الطبيعة الصامتة تعرفنا على ماذا؟ تعرفنا على مصادر الضوء وقلنا أن مصادر الضوء إما تكون طبيعي أو تكون صناعي وأيضا تعرفنا على أن المصادر الصناعية نستطيع أن نتحكم في طريقة التضليل أو أماكن التضليل يستطيع الإنسان أن يتحكم في الاتجاهات التي يريدها وأين يريد أن الضوء يسقط على هذه العناصر أيضا تعرفنا على ماذا؟ تعرفنا على المصادر أو طريقة التضليل لهذه العناصر كيف طريقة التضليل وما هي الأقلام التي تكون صحيحة في استخدامنا للتضليل بدرجات متنوعة من أقلام الرصاص أيضا تعرفنا على ماذا؟ تعرفنا على أن طريقة تضليلنا الصحيحة تبين لنا ملمس أو نوعية ملمس هذا العنصر أما أن يكون ناعم أو يكون خشن أو يكون كروي إذن هذه هي الأشياء التي تعلمناها في درسنا لهذا اليوم